اشتركوا في القناة وكانت تمثل فتح تحقيق الخروقات لتابت امتحان 2022 وانصف مكامرة الصعبين فتم الركوب على هذه المطالب والتحايل عليها وتمرير امتحان حقير اللي داز في 2023 واللي كانت فيه نص خروقات ودوزو فيها الابناء ذيالهم والمقربين ليهم باش يقولوا الابناء الشعب انتم مره ما عندكمش بلاسكم سواء حفظتي ولا راجعتي ولا خدمتي مزيان وقريتي مزيان سواء نادلتي او لدفعتي لحقك بكل طرق مشروعة باش يقولوا لنا احنا اللي كانت تحكموا وحنا اللي كان ندوزو الناس اللي بغينا وحنا اللي غادي نتحكموا في هذه المباراة هذه يعني كيفما كنشوفهم داروا في الموثقين ان كدروا في محامات بواحد الفساد يعني كي جاروا به للعلن وكي تحداوا به الشعب وتحداوا به المؤسسات يعني رغم تدخل وسط المملكة ليعطى مجموعة للتوصية انه الداروا حد الامتحان نازيف 2023 فكنشوفهم يعني ضربوها عرض الحائط يضربو كذلك القرار المردم للامتحان الوزير هو نفسه اخرج واحد القرار كانت ضبي الامتحان للمحامات وهو نفسه خرق ذلك القرار يعني بأي منطقة يعني هذا الوزير يتصرفه بأي منطقة يسير هذه الوزارة يعني غادي بها الهاوية وغادي وكيدرب يعني كيتاجره في احلام الشباب يعني كيفش خرج واحد توصيف تقول فيه انه غايدوز واحد الامتحان بها الشروط هذي وتسمى الخرق دياله مالنوش علينا مدجلة صحيحة يعني كيفش انا كمشي كندوز امتحان يعني ابسط شروط الشبابي والنازا هو انك تعتيني غير الاجوبة الصحيحة من الخاطئة يعني انه مدجلة صحيح كيخصوة تنشر للعلن باش نعرفوا الراس نحنا كيفش دوزنا هذي الامتحان يعني الاجوبة الصحيحة من الخاطئة يعني كيتكتموا على تشي كامل كيفي دوزو غير الناس ديالهم ولتشي يضمي القلب هو ان الخروقات تتعود من جديد يعني ذاتي واحد الخروقات على الاقل السحي ودى المتيحة النازيل فقل شوفوه في زارة لقدة حكومة لقدة مكي قدرش يدرون حتى المتيحة النازيل في الحين انهم يسريعون الزمن من ازل زيادة في محروقات يعني بدون السبب انهم يعني يكتاجوا دائما ما هو اه ربحي ما عندهم مش نهائيا علاقة بالمجتمع من فاصلين ما عندهم لا لغة الحوار لا لغة السياسة لا تشي حاجة هذا نموذج للاحساب اللي كتشري الدمع من دي الناس بالمال اللي كتنجح بالمعاناة دي الناس اللي كيلوه وتولي للشوارع دي النا في كل حمل انتخابي بالاوراق القادرة دي الاحزاب لما كتبير تشي حاجة في البلاد هذي من غير انها كتجمع تصروات وكتحاول انها تزرع الفساد وتزرع النفوذ ديالها بهات الشيادة والدليل انهم كيدوزوا لنا ابناء ديالهم المحامين الفاشلين لما كيقرأوا متشي حاجة كيدوزوهم بالمحسوبية والزابونية باش انهم يكونوا صماسرة دي المستقبل احنا واجهنا غير في الاعلام وما قدرش يجاوب علينا كيخرج في كل خارجة اعلامية كيورد نفسه اتخيلوا معي هذا مستوى الوزير نحن كطلبات القانون ومستوانا نحن بمقارنة مع الوزير كرتباء احنا معطلين في الاول والاخر ولكن هو وزير وهو محامي سابق يعني كيف انت كتخرج وانت وزير وكتقول ان انت قرأت ولدك انت لا بس علي بكي يقول ببايل لاباس علي قراه في كندا وعندوش ازاز جوج ديال الشواهد معنى انه اللي ما عندوش ببايل وزيره ما غديش يكون محامي اللي ما عندوش ببايل ايئة ما غديش محامي اللي ما عندوش ببايل حزب ما غيكون محامي هذا هو الحقيقة اللي مقدش يقول للوزير واللي كانت تقرأ من تصريحات ديانه يخرج آخر خارجة في برلمنت يقول باللي درنا واحد للنجنة باش نجاوبه لأجوبة الصحيحة كيفاش نتدهو السين امتيحان عادة حددتي للنجنة باش أنك دير الأجوب الصحيحة يعني وهذا كيف أنه كين تلاعب كين تلاعب وكين تلاعب وكين تلاعب والتصريح ديانه راح كين طابق يعني واحد بواحد شكل مريب بعد المراسلة المسربة اللي ينفتها وزارة العدل كانت من أنهم يكشفوا لنا يصرحوا لنا يعني كيفاش وإذا العد تقول من بعد الامتيحان غادي يحدد لجنة اللي غادي تحدد الأجوب الصحيحة والمراسلة كذلك كتبهو النفس الأمر إذن كين خيط ناظم هنا كين شي حاجة تحاك في الخفاء كين مؤامرة ربما كانت اللواء إحدى المنجحين جاهزة قبل إجراء الامتيحان وهذا الشي يعني يحزف النفس وكي يخليك أنت كموضع المغربي كشاب كتدرس يعني في جامعة المغربية فاتبقاش تيقف هذه المباريات اللي كتصرف على وزارة العدل أو اللي كتصرف على مجموعة عادية للأجهزة للمنتخب المعتصم كين ثمانية دي المضربين على الطعام كذلك كين مجموعة دي الشباب مرافقين على المعتصمين والعدد راه مرشح أنه يتزاد سواء دي المضربين أو المرافقين لأنه مجموعة دي الإخوان كتوصلوا معنا باش أنهم يدخلوا في إضراب على الطعام ولكن نحن ما بغناش نسعو العدد باش تبقى أظيمة تتحكم في العدد وتبقى تتحرس على السلامة الصحية دي لهم وتعناية دي لهم كيف ما كتشوفوا راه الجوجد للأخوات كانوا معنا الآن ما كينيش معنا الآن في مقرة وما في المستشفى الأخت ثانت أخته عاد من قلية البارح المستشفى فقال الحد الآن ما خرجتش والأخت نوال كدلي كان قلناها اليوم من المستشفى احتهي ما عاداش تخرج اليوم يعني الغددان أن الحالة دي لهم غير مستقرة يعني هذا ومن أجل مطالب بديه كنتمتل بتكافؤ الفرص والشفافي والنزاف ومباراية العمومية بقيت اشتركوا في القناة